برأيك في أداء النادي الأهلي في كاس العالم للأندية يا أمير وخصوصاً أنا عايز أقفل القصة دي بسرعة يعني أتكلم عنها عشان شمعولة الأمعية ومعرفش رأيه خصوصاً أنت كنت من الناس اللي حملت المدالية البرونزية الأولى للنادي الأهلي زي ما قلت لك يا بلإسلام الطموح مهم جداً يمكن إحنا في البداية وحداك كنت موجود في البداية لما رحنا كاس العالم للأندية في اليابان أكيد مكتشل خبرات كبيرة في الأول كانت الأمور صعبة المرة الثانية أخذنا ثلاثة العالم كان فيه بالنسبة لنا طموح كبير جداً أننا نحقق ميدالي أكبر إيه الفرق بين خمسة وستة يا أمير اللي هو يعني سادس وثالث فرق كبير أنت في الأول ما كانش عندنا خبرات الاستداد يعني مش هقول ما كانش كويس لكن الوقت متأخر والوقت واليابان والقفاء الصفر أساساً خمسة سنوات فالتلج اللي رجلينا كلها أكبر فبالتالي إحنا بعد كده هي هي اليابان وهي هي كل حاجة لكن رحنا عرفنا ورحنا بدري عملنا متشاة ودية لعبنا وخدنا ثلاثة العالم بعد كده الجيل اللي بعدين لما راح خد كاسة ثلاثة العالم برضو كان أعتقد في دبي وكان مرة في اليابان ومرة هنا فأنا شايف يعني طموح مهم جداً اللعبة طبعاً بالنسبة للجيل اللي موجود ده يعني اللعبة قدت لعليها بشكرهم جداً جداً جهاز الفني جمهور العظيم اللي كان موجود مسندة الإدارة طبعاً كانت موجودة إن هما بعد عن الضغطات فأنا شايف يعني اللعبة كانوا طموحين أكتر ونقلونا الطموح ده من خلال مستواهم ممكن في بعض الأوقات في الدولة كان الوضع ما كانش أحسن حاجة ولكن نادل أهلي معروف في البطرات الكاسة العالم أندية اللعبة بتبقى دي بشكل كويس الطموح كان مهم جداً كانت فرصة كويسة إنك أنت في النسخة الأخيرة اللي موجودة دي نحنا نوصل فينال ويمكن كد سوق توفيه بيقى بنا كد نسلم دايماً أننا نحن نقابل في السيمي فاينال الفرق الأوروبية ودي كان بتبقى مشكلة كبيرة جداً ولكن كانت في فرصة اللعبة قدت لعليها ما كانش فيه توفيق في السيمي فاينال ولكن اللعبة كانت رجالة في المركز التالت وعودون على ده أخطوقة تحكمية فجة بالضبط بالضبط يعني توفيق والحكام أكيد لها دور كبير جداً فإن شاء الله اللي جايب أحسن باتمنى لهم التوفيق رب إن شاء الله في السوبر ولكن طبعاً كان نفسنا أن يتم تأجيل مباراة أو مباريات السوبر ولكن كان معيها لستوز محمد مراد دلوقتي وقبلها الحقيقة برضو تصريحات للحاجة عامر حسين تكلم عن أنه يعني الموضوع مش في إدينة قوي إن مجلس أبوظابي وإحنا بقنا شهرين متحددين هذه الأمور ومجلس أبوظابي عنده ارتباطات أخرى بعد يوم 28 وبالتالي لم يتم تأجيل المباراة ولكن على الجانب الآخر زي ما انت قلت راحوا السابت بالليل الإمارات النهاردة طول النهار موجودين في الإمارات بكرة المباراة صحيح هي دي قدر اللعيبة ولعيبة أكيد مجهدة ولكن اللعيبة عندها خبرات الجهاز الفني عندهم خبرات يتعودوا على كده ريكوفر إن شاء الله سريع وأتمنى إن شاء الله اللعيبة ما تكونش مجهدة لكن اللعيبة رجالة الصراحة وعلى عدد المسلمين علمياً يا أمير بما إنك رجل بتدرس دلوقتي كل هذه الأمور بشكل عام هل بالفعل من الممكن إن أنا نلعب الجمعة ولعب الاتنين بدون تأثير أنا مش هيفهم أنا ما عنديش العلم اللي عندك ولكن أنا بشوفها من ناحية الخبرة إنه صعب جد أكيد يا كابتن الإجهاد هيبقى موجودة في ظل سفر كمان طبعا على لش أنا آسف في ظل سفر وطلع الناس فاكرة إن سفر الإمارات للسعودية ده لا سفر طبعا طيارة وثلاث ساعات رايح وتنزل من الطيارة وأوتوبيس طبعا يعني بتاعب يعني أفضل أفضل لعيبة في كل القرات اللي في العالم صحيح لعيبة محتاجة إنك أنت تبذل موجود كبير جدا صحيح موجود ذهني كمان الناس بتكلمش عن موضوع ذهني ده ذهني ده مهم جدا إنه بأثر على البدني بشكل كبير جدا فأنا شايف إنه لعيبة إن شاء الله يعني ما تكونش مجهدة ولعيبة النهاد الأهلي دائما في البطولات ووقت ووقت البطولات أكيد اللعيبة بتبقى مركزة وبيبقوا رجالة ويعملوا ركاوري كويس الناس اللي لعبت تبتدي تتمرن خفيف خفيف وبتدي الناس التانية تشتغل لأنه هو بيعمل روتيشن كويس مسر كولر والجهاز الفني فأنا شايف إن شاء الله يا رب بطولة بطولة مهمة جدا فيها برضو أربع فرق مميزين في الدور المصري طب فور أكيد سنانات الزمالك طبعا سنانات الزمالك وانشاف النادي الأهلي يعني مركز وإن شاء الله اللعيبة تبقى قدر المسؤولية يكون فيه التوفيق يحالف النادي الأهلي ويرجعوا بالسوبر إن شاء الله